على أرض العراق يعيش خمسة من كل مئة يتيم في العالم هذه المأساة ليست إلا أحد أوجه حروب وعنف طائفي دارت على مدى سنوات في بلاد الرافدين يصبح خمسة ملايين طفل عراقي في عداد الأيتام رقم قد يكون مقلقاً لكن تم تأرقام أخرى صادمة فبيانات مفوضية حقوق الإنسان تشير إلى نحو مليون طفل ابتلعتهم سوق العمل بينما لا يملك خمسون ألف طفل آخرين أوراق ثبوتية حروب طائفية وجدت القاعدة وأيضاً داعش هذه الأوضاع إضافة إلى ما حصل من تفجيرات ومشاكل أمنية مختلفة بما فيها وجود مجموعات مسلحة أيضاً ساهمت في زيادة هذا العدد من الأيتام أمام هذا الوقع يرى البعض أن القوانين في العراق قديمة ولا تواكب احتياجات الأيتام بهذه الأعداد التي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بينما تبقى الدولة عاجزة عن توفير دور رعاية وأموال لاحتوائهم وسط قلة في عدد منظمات المجتمع المدني المعنية بالأسرة والطفل القوانين العراقية عاجزة عن الحل والسبب في ذلك أن هذه التشريعات هي تشريعات قديمة كانت في بداية السبعينات والثمانينات أيضاً المؤسسات التي تحوي أو تكون ملاذاً لهؤلاء الأيتام لم تعد ملائمة لأنها بنيت على أساس نسبة سكانية معينة أما وزارة التخطيط العراقية أبدت دهشتها إذا أمت هذه الأرقام وأصدرت بياناً يشير إلى أن عدد الأطفال الأيتام في كل أنحاء العراق لم يتخطى مليون طفل مع الأخذ في الاعتبار أن أي من الحكومات المتعاقبة وعلى مدى ثمانية عشر عاماً لم تنجح في التعامل مع مشكلة الأيتام في البلاد ولا في وضع حلول لها من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضي الغد ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع